السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم مشاهدي امكرا في هذا الفيديو الجديد حول المنتخب الوطني المغربي ولائحة المنتخب المغربي لشهر يونيو بطبيعة الحال اه المحتملة للمنتخب المغربي لشهر يونيو هيا بنا نتعرف ممكن يكون فيها 26 اللاعب ممكن لائحة تخرج يوم 30 ماي احنا اليوم في فقر اه قلت احنا اليوم في سبعة ماي او لائحة مرتقبة هي كم возвاتك مرتقبة أنهي تخرج يوم يوم من مختلف يوم 10 ماي بطبيعة الحال المنتخب المغربي لائحة الشهد يونيو بطبيعة الحال مرتقبة و نتعرف اللائحة الممكن لحواتك يؤدي 6 لاعب من منطج ب Demdi semester في لخصر الم rejected الحاضر الجيش المالكي لا كان حالة الفارق الجيش المالكي والشمال كيكا تمر بحد الأوقات اللي بزيان وخال هذه مدينة أقدر فإني ليه هدف كان الموسم بزيان صراحة أنهم مركز الأوفار أربعا يخط على فارق الرجاء عندهم كأس العرش بعد تأهله من النهضة البركانية يواجهوا غدا الأربعة النهضة التسمام على الساعة السادسة مساء ملعب البلدي بقنيط رعب شيون أنس زنيتي حارس فارق الرجاء البيضاوي فارق الرجاء متميز عنده ستين نقطة وكانت المقيم من هذه المباتات في البطولة المغربية وخالصاً كانت نتظروا اللقاء ربع نهائد كأس العرش كادر مع حسينيس أقدر يوم السبس ساعة الخامسة مساء ملعب الكبير بيئة قادر إنا أنا زنيتي بن عبيد مكنش معانا في كأس العالم أنا زنيتي مكنش معانا في كأس العالم بشيون ياسين بونو حارس فارق له للسعودي اللي كانت نخصون نقطة وحد أوفيز بدوري السعودي على مقاطن بعد فوزي بكأس سوبر السعودي مع الفارق ديره ياسين بونو حارس ليلة السعودي اللي كان معانا أساسي في كأس العالم بطبيعة التحق بالحرص الجيدين ديال المنزخة بالمغربي حارس عالم يبدون أي ضغطة شك صراحة سب نايف أكريد لي ومن خيرة الحرص إذن هذي هذو الحرص اللي ممكن يكون معانا في لائحة ديونيو بطبيعة الحامش يوخط دفاع بدو بنايف أكريد لعب وسطها من إنزليزينيكا الحاضر معانا في المنديل نايف أكريد سبع وشي نعمل ما أظن آخر مرة وسطها من نايف أكريد ملعبش ونايف أكريد موصاب كنتمنى وأنه من إنه ثلاثين ما يمين وتخرج للاقي حالة في سبعة ما وممكن في كل حالة الصحية تحسن ديالو ويرجع للملعب أمشيو عن تشادي رياد لعب ريال بيتيز اللي لعبشي 23 مقابلة كان ضن كأساتي مع ريال بيتيز هذا الموسم صراحة شي حاجة لي كبيرة شي حاجة لي صاطعة صراحة شي حاجة لي صراحة لي صراحة كبيرة لعب شادي رياد عنده عشرين سنة لعب فرق ريال بيتيز الإسباني يبقى من الأسماء المزيانة داخل المنظومة المغربية وداخل المنتخب بطبيعة الحال لا شك في ذلك ولا دخاش فلاش هيدا شو اللعب الثالث لول لعب جاود لياميق لعب فرق الوحدة السعودي لعب اللي صراحة هو عنده شي إصابة يمكن كانت منه أنه يتشاف ويرجع ويكون معنا في لأحد ينلاعب لي كان معنا في كأس العالم لعب جاود لياميق وكان من الأورق الرابحة صراحة للمنتخب المغربي في المونديال كان ورقة جدا رابحة لعب سمعي قندوس ما كانش معنا في المونديال لعب اللي كان لعب في البوطولة البرجيجية تكوين فرنسي كان نحضر معنا التربوزير شهر يونيو وكان لعب أساسي في مقابل سالرأس الأخضر المقابل لكنا أنا دك تسعدنا فيها بزيرو مقابل زيرو بطبيعة الحال إذن صعبة ممكن تشوفه مرة أخرى في لائحة اللعب سمعي قندوس همشي الأظهر عند أشرف حاكمي كان حاضر معنا في كأس العالم اللعب باريس الجرمان الفرنسي كان نهنقه بالمناسبة لتتوجه له الدوري الفرنسي شيء رائع بذلك اللعبة يتوجه باقي اللعبة يتوجه وعشان حاكمي كانت منولوا حتى تساعد اليوم في اللقاء الفارق باريس الجرمان بروسيا دورتموند في أيام ناس نائي تشامبين سليك صراحة اللقاء كبير سيكون بين باريس الجرمان والدورتموند الألماني بطبيعة الحال إذن قلت لابونو ولا أكريد ولا ياميق ثلاثة وحكي ميربعة هذا ناصر مزراوي لعب بايير منخ كان حاضر معنا بطبيعة الحال حتى هو في المونديال مزراوي اللي هو لعب بايير من الألماني كانت نتظروا غادر مقابلة صعبة مع الريال مادريد ما كانت منه لش حتى تصاحب لأنه المشجعين الريال مادريد كانت منه سعد إبراهيم دياز بطبيعة الحال بشيوعد لعب والد القرسي اللي كان معنا في المنطير بطبيعة الحال لعب البطرة الروسية كان آخر مر مقابلة هذا من الفرق دين وجود واحد إذن يحيى أعطيت الله من العلاصر لأكيدكم مهمة داخل الملتاخة بطبيعة الحال كانت نظر ممكن عنصر للعب 15-15 دقيقة في كأس العالم بشيوعد يوصف لعب الرادي في الريال مادريد لعب بطبيعة الحال لم يكن معنا في كأس العالم إذن كان يشوفوا حد كمية السادية اللعبة لأكيد لأكيد لأياميخ لأحاكمين لأمزراء ولأيحية عطيت الله وكام كانوا معنا في المنطير إذن أسماء كبيرة عديدة التي كانوا معنا في المنطير ممكن يكونوا محاضرين معنا في هذه اللائحة ديونيو وعبشيو الآبات الثانية المنطير بارس بارس مقابل لأيامي وصراحة مدرب لم يكن لديهم لديهم نهاية انجلاتر مدرب مدرب هذا المدرب الممكن يواصل مع فريق مدرب بوشوري لعب سنتيتي الفرنسي اللي لم يكن معنا في المنطير بعد يلعب الدراجة الثانية الفرنسية اذا بوشوري اللي وعندو تكون برجي قيم العناصر اللي تقدر تكون مستقبل القورة المغربية بتغير تحارب بدون نقاش او جدال لاعب بوشوري بشوعد لاعب ساليم املاح يبقى من الاسماء الرائعة والرنانة دي المنتخب الوطني المغربي صراحة الملك الحاضر في المنطير كاسم تامل الان اه ومعارم بلد والد الى بالنسيا او لا يستمر مع بلنسيا اذا انا اعرف كامل ماذا لعب الخنوس اللي حاضر معنا في المنطير اللعب البطولة البرجيجية والتجنش بطولة اما المانية او شي حاجة ما يبقى مهم بطولة البرجيجية اللعب التاسع الان اللي معنا في هذا المنتخب المغربي اذا اسماء اللي هي كبيرة صراحة في المنتخب المغربي اسماء الرنانة وعند لعب الحميد الصابر اللعب الفيحة السعودية اللي كان حاضر معنا في المنطير ممكن معنا يكون في المنطير ويجعلنا كبير هائل من اللاعبين صراحة اللي كانوا معنا في المنطير صراحة اللاعب اللي اثبته ونفسه بعد مما كانوا حاضرين معنا في كأس الفرقية كاليامية كالصابره وكانوا حاضرين معنا في المنطير بطبيعة الحال عمشوا الاسم آخر هو والد القرسي لاعب فارق بيران ميز المصري اللي اللاعب اللي لاعب اللي شارك بطبيعة الحال كانت عمرهم ملعفتة المنتخب الوطني المغربي اللاعب والد القرسي اللي كان متميز صراحة ملي كان فارق الوضاد البطاوي الحتراب في مصر مشاب بيرانيز فرقة مزيانة صراحة في مصر الآن جعلت ممكن ترجعه منافذة الاهل والزمالك اللاعب الراهيم اللاعب الريال مادريد اللي كان هنقوه بالمواثة والتتوجه بالبطولة الاسبانية وكانت تمنع له غادر حدث سعج الريال مادريد أمام باير والريال مادريد بالنسب النهائي والريال مادريد بقاش تفكر الآن في تشامبيس اللاعب الريق بعد الفوز بالبطولة الاسبانية طبيعة الحال ما بقاش تفكر باتاتة الآن في البطولة لأن البطولة تحسمت بشيو عند حاكم زياش اللاعب غارة صاري توركي كأس فاز بوحد اللقب يمكن كأس سكر أو كأس توركي ويفاز بوحد اللقب حاكم زياش اللاعب غارة صاري اللاعب الحادي عشر بأنا لاحظت 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 امين عدلي لم يكن معنا في المنزل اللاعب بايا لبركوز الألماني لكن هنقوم بالمناسبة للتوزير الدوري الألماني شي حاجة اللي رائعة صراحة سن امين عدلي على الصلاة اللي ممكن تكون مهمة داخل المنتخب الوطني المغربي لاعب صراحة لاعب رائع صراحة سن امين عدلي ولكن مع التنجل اللي كان صراحة سن في كأس إفريقيا بشو عند لعب إلياس أخو ماش اللي لم يكن معنا في كأس إفريقيا بطبيعة حال لم يكن معنا في كأس إفريقيا بشو عند لعب إلياس أخو ماش لاعب لدي فيا ريال إسباني 19 سنة جاي لما يوصل مع فيا ريال حتى الموسمني ما يجي شي حاجة اللي هي رائعة صراحة عمقوا دائما في خط الهجوم بعد إلياس أخو ماش عمشوا اللاعب آخر اللي هو اللاعب إلياس من صغر اللي كان لعب نادي في موناكول فرنسي اللي لم يكن معنا في الموضيين طبيعة حال اللاعب الشباب بطبيعة الحال اللاعب اللي ومن العلاصل اللي الشاب اللي يصغط تسعطيه آآ طاقة أخرى لمنزخب الوطني المغربي بشو كدس أخرى آآ بطبيعة الحال لها شي دلاء أولا نقاشا شو ذلك لعب إلياس مصغر يوم العناصل اللي ممكن تعطيه بزافت للحلو المتخمرة مشو عند لعب سوفيا الرحيمي اللي بصغل ما كانت معنا في المنضيار الراحيمي ما كانت معنا في المنضيار الراحيمي نتاج تسكويل المغربي بطبيعة الحال لعب سوفيا الرحيمي اللاعب العلقي مراطي لكي يبقى من الأسماء اللي تكون جيدة صراحة في المنتخب الوطني المغربي اسم ما ممكن يكون جيد صراحة اللاعب الرحيم اللي عنده تكويل مغربي بطبيعة الحال لك هنا لا أولا نقاشا في ذلك بشو رؤوس حاربا عنده بلاعب إلياس حسني اللاعب اللي ما كانت نو كانت فوزي بالدوري ألقى تعريق بطبيعة الحال معمره العلاصل المنتخب المغربي إذا ما ما يكرش معنا في المنضيار بالدوري ألقى تعطي حوله الكبير المنتخب المغربي بطبيعة الحال بلاعب إلياس حسني اللي كلافنادي السد القطاري بطبيعة الحال في عبدالزاق حانضالي كان معنا في المنضيار لعب تيحد جدا السعودي اللي الموسم اللي فات كان لنفاذ دوري السعودي وكان الموسم قدر المركز الخامس الآن كانت تحتر فريق تيحد جدا مسألة صعيبة وصعيبة بزة بطبيعة الحال لعب ثاني عاشا اللي كان معنا في المنضيار هذا اللاعب عبدالزاق بلاب شيء اللاعب أيه بالكعب اللي ما كان شفعنا في المنضيار اللاعب أولمبياكوس اليوناني كان لعنده شيء 31 هدف هذا الموسم مع فريق أولمبياكوس شيء حاجة كبيرة صراحة شيء حاجة اللي هي الساطعة أن يكون عنده 31 هدف في الموسم يطلقنا رسوف المنتخب ويبين على إمكانية لرائعة صراحة المنتخب الوطني هاتش اللي قايت شكرا لكم إخواني وإلى اللقاء إلى فيديوهات مقبلة إن شاء الله مع السلام شكرا